السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التقويم والدعم التقويم والدعم الوحدة الخامسة مجال الغابة وهذه الحصة تندج دمن الأسبوع الخامس من هذه الوحدة المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع نبدأ وعلى بركة الله نقرأ النص ثم نبدأ بالإجابة عن أسئلة الفهم وأسئلة تطبيقات لعوية إذن عنوان النص التقويم احتفال من نوع خاص احتفال من نوع خاص كان الجو جميلا فخرجنا نتنزه بضواح القرية لفتت انتباهنا شجرة عرعر كبيرة ذبلت أغصانها واصفرت أوراقها فدنونا منها صباح الخير يا سجرتنا الجميلة عيد سعيد صباح النور يا أطفال عن أي عيد تتحدثون يا أصدقائي إنه عيدك عيدك أنتي وأخواتك في الغابة وفي الحضائق أنسيت يوم عيدك شكرا لكم أعزائي كل عام وأنتم بخير أي احتفل مثلي بالعيد ألا ترون حالي لقد تسلق أطفال جذعي بالأمس تأرجحوا في أغصاني وكسروها وأطلفوا أوراقي شيء مخجل أن يقع لك هذا في يوم عيدك يا شجرتنا الضليلة إن الأشجار خائفة وحزينة لقد عاد هؤلاء الفتية صباحاً وتوجهوا نحو شجرة الأرض الباسقة سيعبثون بها كما عبثوا بأغصاني أثارت انتباهنا زقغزقة غريبة للعصافير فالتفتنا كانت مجموعة من الصبية متصلقة شجرة السنديان العظيمة ومجموعة أخرى تحتلي أغصان شجرة السنوبر ها هو ذا رجل الغابة قادم يا لها من صدفة كانت فرحتنا كبيرة كبيرة بقدر ما كان خوفهم شديدة لا شك أن الرجل حازم وسينتقم لهذه الشجرة المسكينة ما هذا الضمار؟ ما هذا التصرف الأهوج؟ هل أنتم من فعل هذا؟ تفحص المكان ثم التفت إليهم قائلا بالأمس احتفلتم بعيد الشجرة في مدرستكم واليوم جئتم لتخريب الغابة أهكذا نرد جميل الأشجار؟ أهذا تطبيق لما تدرسونه بالمدرسة؟ اعتنوا بالأشجار وحافظوا على هذا الكنز العظيم وبينما هو ينصح ويلوم إذا بعصافير صغيرة لا تقوى على الطيران تفر من بين أرجل الأطفال في اتجاه الحشائش ننتقل مباشرة للسؤال الثالث لأن السؤال الأول والثاني عبارة عن قراءة قراءة النص، قراءة هامسة أو قراءة حوار الذي دار بين الأطفال والشجرة قراءة معبرة نرأد شبكتي مفردات انطلاقا من النص الأولى لا علاقة بتدمير الأشجار والثانية بالاعتناء بها إذن شبكة مفردات لا علاقة بتدمير الأشجار ذبلت، اسفرت، تسلق تأرجحوا، قسروها أتلفوا، عبثوا شبكة مفردات لا علاقة بالإعتناء بالأشجار إعتنوا، حافظوا، عيدوا الشجرة السؤال المولي أحدده معنى أحدده معنى خجول 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 معنى الكثير الحياة ولكن في النص لن ترد كلمة خجول بالوردة شيء مخجل شيء مخجل إذن والمخجل هو الشيء المحرج مخجل مخرج أما الخجول فهو الكثير الحياة الخجول الكثير الحياة بالنسبة لموقع كلمة مخجل في النص فهو المحرج الشيء المحرج شيء مخجل شيء محرج أذكر أنواع الأشجار الوردة في النص وأذكر صفاتها الوردة بعدها إذن أنواع الأشجار الوردة في النص إذن شجرة عرعر ووصفت بالكبيرة وشجرة أرض ووصفت بالباسقة وأيضا شجرة سنديان ووصفت بالعظيمة ومجموعة أخرى تأثري أغسانة شجرة السنوبر ولكن لم يعطي السارد لشجرة السنوبر وصفا محددا إذن أنواع الأشجار الوردة في النص مع أصافها العرعر كبيرة ذابلة الأغسان ومصفرة الأوراق الأرز شجرة باسقة السنديان شجرة عظيمة السنوبر لم يذكر لها وصف في النص إذن هذه أنواع الأشجار وأصافها الوردة لماذا خجل الأطفال ورغم أنهم لم يرتكبوا خطأاً بحق الشجرة إذن خجل الأطفال ورغم أنهم لم يرتكبوا خطأاً في حق الشجرة لأن أغسانها مكسرة في يوم عيدها ولأن أطفال أخرون مثلهم قاموا بهذا الفعل الشاني أذكر أجزاء الشجرة الوردة في حوارها مع الأطفال ثم أذكر الأجزاء التي لم تذكر إذن أجزاء الشجرة الوردة في حوار الشجرة مع الأطفال الأغصان الأوراق والجدع الأغصان الأوراق والجدع أما الأجزاء التي لم تذكر فهي الجذور الأجزاء التي لم تذكر الجذور قال الكاتب يا لها من صدفة ما الصدفة التي يقصدها إذن لاحظوا ماذا قال الكاتب ها هو ذا رجل الغابة قادم يا لها من صدفة إذن الصدفة التي قد قصدها الكاتب هنا هي وصول رجل الغابة الصدفة التي يقصدها الكاتب هي وصول رجل الغابة نصح رجل الغابة الأطفال ولامهم استخرج عبارات اللوم وعبارات النصح إذن عبارات اللوم اليوم جئتم لتخريب الغابة هكذا نرد جميل الأشجار هذا تطبيق لما تدرسونه بالمدرسة بالنسبة لعبارات النصح اهتنوا بالأشجار حافظوا على هذا الكنز العظيم ما هدف الأطفال الذين عبثوا بالأشجار ما هدف الأطفال الذين عبثوا بالأشجار إذن هدف الأطفال الذين عبثوا بالأشجار هو صيد العصافير الصغيرة صيد العصافير الصغيرة كما ورد في النص أيهما أكبر خوف الذين ارتكبوا أخطاء أم فرحة المتنزهين إذا لاحظوا معي كانت فرحتنا كبيرة بقدر ما كان خوفهم شديدا إذن فرحة الأطفال الذين كانوا يحاولون الشجرة كانت بقدر مع خوف الأطفال الذين كانوا يتلفون الأشجار إذن خوف الذين ارتكبوا الأخطاء كانت بقدر فرحة المتنزهين خوف الذين ارتكبوا الأخطاء كانت بقدر فرحة المتنزهين هنا أشخص مع زميلة حوار الأطفال في الشجرة هذا نشاط داخل القسم أجيب على سؤالي الحارس الغاب بجملة هكذا نرد جميل الأشجار هذا تطبيق لما تدرسونه إذن نرد بي أكيد لا بل نرد الجميلة للأشجار بالعناية بها والحفاظ عليها والغرس المزيد منها أكيد لا بل نرد الجميلة للأشجار بالعناية بها والحفاظ عليها وغرس المزيد منها إذن ننتقل لتطبيقات اللغوية أشكل ما كتب بلون أحمر في النص إذن ما كتب بلون أن أحمر في النص لديه كان الجو جميلا إذن كان ناسخ فعلي أو فعلمات ناقص إذن الجو كانت تدخل على جملة اسمية فترفع الأول جو وتنصب تاني جميلا إذن الجملة الثانية ابتدأت بناسخ حرفي إن الأشجار خائفة إذن إن ناسخ حرفي أشجار اسمها إذن ناسخ حرفي حين تدخل على الجملة الإسمية تنصب الأول ويبقى التاني مرفوعا الأشجار خائفة ما كان خوفهم شديدا إذن كان خوفهم شديدا استخرجوا الدمائر المنفصلة من النص إذن الدمائر المنفصلة من النص ما كان خوفهم شديدا ما كان خوفهم شديدا لأن تدخل نصب أخوفهم شديدا خوفهم شديدا وما كان خوفهم شديدا أنتم والذين هو مرة أخرى أنتم وهو قررت مرتين إذن الضماء المنفصلة هي أنت هو وأنتم إذن الضمائر المنفصلة أنت هو وأنتم أحول عبارة هي تحتفل بعيدها حسب الضمائر أنتم نحن أنت هما إذن أنتم تحتفلون بعيدها إذن هنا بأننا نتحدث عن الشجرة فلن تتغير بيدها إذن هي تحتفل بعيدها أنتم تحتفلون بعيدها نحن نحتفل بعيدها أنت تحتفلين بعيدها هما يحتفلان بعيدها نخصنا نتابعوا لها المسألة ما أننا نتحدث عن الشجرة فلن تتغير بعيدها ستبقى هكذا لأن الضمير لها يعود على الشجرة إذن هي تحتفل بعيدها أنتم تحتفلون بعيدها نحن نحتفل بعيدها أنت تحتفلين بعيدها هما يحتفلان بعيدها أملأ الجدولة بما يناسل وأبين التغيرات إذن الجملة الإسمية الغابة حزينة مع النصخ الحرفي إذن ينصب الأول ويبقى الثاني مرفوعا حزينة أصبحت أصبحت الغابة إذن مع النصخ الفعلي يبقى الأول مرفوعا وينصب الثاني أصبحت الغابة حزينة المطر غزير إذن مع النصخ حرفي لكن المطر غزير كان المطر غزيرا الحيوان خائف كأن الحيوان خائف ليس الحيوان خائفا إذن كما قلنا النصخ حرفي حين تدخل على الجملة الإسمية تنصب الأول ويبقى الثاني مرفوعا الغابة حزينة إن الغابة حزينة المطر غزير لكن المطر غزير الحيوان خائف كأن الحيوان خائف بالنسبة للنصخ الفعلي تدخل على الجملة الإسمية تبقى الأول مرفوعا وتنصب الثاني إذن الغابة حزينة أصبحت الغابة حزينة كان المطر غزيراً كان المطر غزيراً الحيوان خائفاً ليس الحيوان خائفاً نقمل أملأ الجدول لدينا بعض الأسماء عندي أسماء نكرة سنعرفها بأل أو نعرفها بالإضافة أو لدينا أسماء معرفة نعرفها بأل ثم نجعلها نكرة إذن شجرة نعرفها بأل الشجرة الشجرة نعرفها بالإضافة إذن شجرة مثلاً الصفصافي أو السندياني غابة الأرز نعرفها بأل نعرفها بأل الغابة إسم نكرة إذن غابة غابة أستاذنا الأستاذ تعرفه بأل أستاذ تعرفها بأل أستاذ أستاذ إذن أكمل بما يناسب هذا هو حارس الغابة الذي يصر على أمنها حارسة الغابة إذن هذه هي حارسة الغابة التي تصهر تصهر على أمنها حراسة الغابة إذن حراسة جمع إذن هؤلاء هم حراسة الغابة الذين دائماً كنتبه الكتابة الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة الذين يصهرون على أمنها حارسة الغابة إذن هذان هما حارسة الغابة اللذان يصهران على أمنها حارسة الغابة الغابة إذن هؤلاء نشير بها على الجمع المذكر وعلى الجمع المؤنث هؤلاء هن حارسات الغابة اللواتي يصهرن على أمنها إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم وعيداً في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة شكراً شكراً